مرحباً ماكم إبراهيم زقامنفوفلاي دوت كوم هذا الفيديو وجهه خاصة لصانع المحتوى على يوتيوب كما تعلمون هناك ظاهرة منتشرة كثيراً على موقع يوتيوب فلو ذهبت للفيديوهات أو مقاطع الفيديو الرائجة في أي دولة ونزلت للتعليقات ستجد الكثير من يعني يمكن أن نطلق عليه بين قوصين التسول الإلكتروني الكثير من أشخاص يطلبون تبادل الاشتراك يكتبون رسائل استعطاف ويعني يحاولون أن يطلبوا من المتابعين قراءة يعني بعد قراءة تعليقتهم أن يقوموا بالاشتراك في قنوتهم فأريد يوم أن أشترك معكم بأنه لسه بحاجة لمشتركين ولا لزيادة المشتركين للربح من يوتيوب فقناة فلفلاي فيها يعني سبعة ألاف تقريباً وثمينمائة وثلاثون متابع ثم يعني بالنسبة لمشاهدة الشهرية تقريباً مئة وعشرين ألف مشاهدة شهرياً فسأريكم اليوم الدليل على أنه لا تحتاج لمشتركين أو لزيادة المتابعين للحصول على الأرباح فلو ذهبنا هنا لأني كرييتور ستوديو هنا أو يوتيوب ستوديو ستلاحظون أنه كما قلت هنا أن وعد المشتركين هو سبعة ألاف وتمينمائة وواحد وثلاثون بالنسبة لمشاهدة مئة وعبعة وعشرين ألف ثم بالنسبة للأرباح ينتقرباً في أخير 28 يوم هو مئة وعشر دولار تقريباً ثم لو ذهبنا للإحصائيات لتعمق أكثر لفهم ما يجري في القناة ثم ذهبنا لأوديونس يعني بالنسبة للجمهور سننزل أسفل هنا ستلاحظون أنه بالنسبة للدقائق المشاهدة من طرف المتابعين لدينا هنا غير مشتركين غير مشتركين في قناة فورفولاي أربعة وتسعين في المئة يعني تقريباً فاصلة ثلاثة يعني تقريباً خمسة وتسعين في المئة ثم لدينا أنا النون غير معروفين ثم سبسكرايب يعني واحد فاصلة تسعة أي تقريباً يعني اثنان في المئة من المشاهدات الإجمالية للقناة للمشتركين فقط يعني سبعة ألاف مشترك سبعة ألاف وتمينمائة مشترك شهرياً يشاهدون تقريباً ألفين دقيقة يعني في أو ألفين يعني من عدد المشاهدات شهرياً بينما الذين هنا نوت سبسكرايب يعني غير المشتركين أربعة وتسعين فاصلة ثلاثة في المئة فما أريد أن أقوله لكم بهذا الفيديو هو أنه إذا كنت تعمل في يوتيوب إذا كنت صنع محتوى أركز فقط على إنشاء الفيديوهات يعني لو لاحظتم في الفيديوهات الخاصة بي أنا لا أطلب من أي شخص أن يشترك في القناة إذا أعجبك المحتوى يمكن أن تشترك إذا لم يعجبك لا بأس بذلك لذلك حاول التركيز فقط على المحتوى لأنه إذا ركزت على المحتوى وصنعت فيديو جيد وضعت عنوان جيد ووصف جيد كلمة المفتاحية مناسبة فالفيديو سيظهر في نتائج البحث الخاصة به وهذا بس نراه في هنا في يعني بنسبة للوصول ستلاحظون هنا أنه يعني الـ 68 في الوصول قريبا 70 في المئة من المشاهدات يعني الخاصة بالقناة تأتي من يوتيوب سيرج يعني تأتي من يوتيوب سيرج يعني المشاهدات من البحث على يوتيوب 70 في المئة من الناس يبحثون على يوتيوب فقط وليسوا مشتركين على الإطلاع ثم لدينا هنا خارجية فهي مشاهدات من يعني هناك مشاهدات من فول فولاي ثم مشاهدات من مواقع أخرى ومتدهيات إلى غير ذلك فأتمنى أن تكون هذه الرسالة واضحة ما أريد أقوله فقط أنه يجب التركيز على المحتوى وليس على عدد المتابعين عدد المتابعين لا يهم ما يهم هو ما تضعه من الفيديوهات لأنه إذا وطعد فيديو جيد يمكن أن يكون لديك خمسة مشتركين ويحقق الفيديو مليون مشاهدة وتجني منه أربع فللمزيد من الدروس يمكنكم دائما زيارة فالفولاي.com